أستاذ محمد من المنوفية اتفضل أستاذ محمد أيها نعم أستاذ محمد أنا طمعان في أنك أنت توطي التلفزيون وتسمعني من التلفزيون لو سمحت معا سعادتك كماش اتفضل يا سيد محمد أزاع سعاد بكتولك عزيزي حضرتك كبير فضله نعمة اتفضل يا فانت بالله أنا زوجتي عندها حتى 69 سنة لسه شابة يعني نعم لسه شابة يعني 69 سنة شابة يعني شابة توضل يا حج محمد وبعدين تعودت على أنها تدخل الحمام كثير وخاصة قبل النوم وترجح كعبانة وخايفة ولا تقدر تنام وتعود تاني وتاني ورابع واكتر يعني في الأخي خارس عندها وسواس حج محمد ما نعمل شعرفين وسواس ده ولا مس شيطاني طب فين سؤال حضرتك نعم فين سؤال حضرتك يا حج محمد أعمل إيه لأنني ما نشعر هجاوب على حضرتك يا حج محمد على طول أولاً ده مالوش دعوا بمس الشيطان خالص كنا بتروح الحمام كتير وكنا بترجع ومش عارفة تنام ده طبيعي في هذه الحالة وفي هذا السن ليه؟ لأنه بيحصل في بعض الأحيين لما حد بيكون في مثل هذا العمر يحصل له حالة من حالات الرهاب حالة من حالات الخوف حالة من حالات عدم التمأنينة فعدم التمأنينة دي في ساعات تروح جايبة معاها شوية وسواس شوية وسواس ليه بقى هي مش حاسة بالأمان فمش حاسة بالأمان فهي عايزة تأمن نفسها من إن صلاتها ما تكونش صحيحة أو تحس بالأمان إن هي خايفة إن يبقى في بول حصل في سيابها فتدخل الحمام طول الوقت وتنتظر فيه مدة طويلة جداً 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 إيه السبب ده؟ إن هي ما بقيتش حاسة بالأمان طب نعمل إيه بقى عشان نعالج ده أول حاجة نقول لها أنت ما تمشيش وراء الوسواس ده إن في حالة إلا إذا كانت الدكاترة قالوا إن هي عندها سلس أو شيء من هذا قبيل بدل إياه الدكاترة ما قالوش إن هي عندها سلس يبقى ما تمشيش وراء الوسواس ده هدي أول حاجة يبقى أول حاجة نسعيدها إن هي ما تمشيش وراء الوسواس ده لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشخص لا يخرج من الصلاة وده نظام حضرتك حضرت النبي حطهن عشان نتعامل مع الحالة دي اللي هي إيه إن الإنسان لا يستجيب لهذا الأسواس لا يستجيب لهذا الأسواس يبقى أول حاجة ده ملوش دعوة بالجن نبتدي بقى في الإجراءات الإجراءة الأولاني ما تستجبش لهذه الحالة إن هي إيه حايزة دخل حمام لإن أنا خايفة من البول خايفة من كذا خايفة من الريع ما تعملش كده تحاول تمسك نفسها وتبتعد عن هذا الوسواس الحاجة التانية والمهم ودي حاجة مهمة أو أول تحاول تهتم بها حج محمد لإن هي اللي عندها ده بسبب إحساسها بعدم الأمان والناس لما بيكبروا بيبقوا عندهم إحساس بعدم الأمان زي الأطفال الصغار فمحتاجين مزيد من الاهتمام المزيد من الاهتمام هيهدي حالتها شويتين 3 4 5 6 الأمر التاني إن هي تذكر الله وتصلي على حضرة النبي كثير التلات حاجات دولة هم أفضل علاج للحالة اللي فيها زوجة حضرتك أحج محمد ترجمة نانسي قنقر